سنشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد من تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي أشار إلى اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه المملكة وأشار التحالف في هذا الخبر العاجل إلى أن الحديدة هي مركز انطلاق هذه الطائرات بدون طيار والهجمات العدائية والإرهابية تجاه المملكة وأشار أيضا التحالف إلى استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية استوكوهولم